عيد بلا فرح يعيشه اليمنيون في الداخل وملئ بالحنين بالنسبة للمهاجرين والمغربين والنازحين الضامئين لأسرهم وأحبابهم ومنازلهم وذكرياتهم وللبلاد عيد جديد يحل على البلد المكلوم في سنواته العجاف لا أمل ولا أفق لشيء جديد كل مسارات الحلول السياسية والعسكرية تعطلت وأعيقت وحوصر اليمنيون في محارب القهر والفقر والفاقة وقلة الحيلة فرحة مسروقة وعيون تخفي العبرات وملامح الناس يكسوها الحزن وعدم اليقين منذ انقلاب مليشي الحوثي عام 2014 أصبحت اليمن نقطة ساخنة في خارطة الصراعة العالمية وكل يوم تزداد تعقيدا عن ذي قبل هجمات الحوثيين في البحر الأحمر أغلقت كل أبواب الحل المفتوحة تعطلت مسارات التسوية السياسية وازدادت حدة الأزمة الاقتصادية وتعطلت المفاوضات السعودية الحوثية وأصبح الوضع اليمن مرهونا أكثر بالأزمات الإقليمية وأجندات الأطراف الداخلة في الصراع اليمن والواضح أن هذا التعقيد سيحيل الحل في اليمن إلى أمد أبعد ما يعني أن على اليمنيين تحمل مزيد من الظروف الصعبة والقاتلة ترجمة نانسي قنقر